رياضي ينتوج فريق أولمبيك ليون الفرنسي بلقب دوري أبطال أوروبا للسيدات بعد فوزه على نظيه فولسبورغ الألماني في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت على ملعب لوبانوفسكي بالعاصمة الأوكرانية كيف سقط بطل ألمانيا أمام حامل اللقب الفرنسي بنتيجة 4-1 الهدف جاءت في الوقت الإضافي بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل دون أهدف وأكمل فولسبورغ الذي بدأ بتسجيل اللقاء بعشر لعبات وبت أولمبيك ليون أنجح فريق في تاريخ دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للسيدات بعد أن أحرز اللقب للمرة الخامسة في تاريخ لم ألعب من قبل مباريات بمثل هذه المناطفات غير المتوقعة ولكن نتيجة الإخيرة كانت إيجابية تبقى فقط ذكرات الجميلة عن هذا اللقاء نشعر بخيبة أمل لأننا خسرنا في النهاية ضد ليون الفرنسي ولكن مع ذلك كان موسما جيدا لفريقنا أنا فخورة بما فعلته أوكرانيا لهذه المباراة خاتمة رائعة ومنظمة شعرنا بها طوال الوقت وقد استحبنا رجال الشرطة من الفندق إلى الملعب كانت مثالية لأوكرانيا اشتركوا في القناة